على عكس النازحين وجد وباء الجربي من هذه الأرض مكاناً مناسباً له فقلة المياه وظروف العيش المكتظة التي يفرضها وضع المخيم في مديرية خمر بعمران جعل منها بيئة خصبة لتكاثره وانتشاره مخيم النازحين ليس مجهزاً للسكن وبلا خدمات ويعاني من نقص كبير في المستلزمات بحسب منظمة أطباء بلا حدود حملة واسعة لمواجهة الوباء دشنتها المنظمة في مديريتي حوث وخمر بعد تزايد أعداد الإصابات فيها خلال الأشهر الماضية إذ سجلت أكثر من 1927 مصاباً منذ انتشر المرض مطلع العام الماضي الحملة تتضمن مرحلتين الأولى يتم فيها تقديم العلاج للمريض والمحيطين به ومن ثم تنظيف الملابس والمستلزمات الخاصة بمياه تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة مئوية لضمان التخلص من طفيليات المرض ليبقى لسان حال النازحين الهاربين من الموت بسبب الحرب إلى أين المفر؟ موسيقى